اشتركوا في القناة الذنوب والمعاصي والسيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا لك يا رب العالمين حري بنا أيها الإخوة أن نتكلم في هذه الحلقة وكما تكلمنا في حلقات سابقة من هذا البرنامج المبارك على أهمية نقل الحديث كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لنقل الحديث آداب نعم كيف أنقل الحديث له آداب كيف ينقل صاحب هذا العلم للناس هذا العلم كيف ينقله للناس لا بد أن يتأدب بآداب يعني طالب العلم أن يتأدب بآداب حامل هذا العلم لأنه ينقل هذا الكلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو ينقل هذا الكلام عن الله تبارك وتعالى لأنه يفتي للناس يتكلم بلسان هذا الدين ولذلك جاء في كتاب أعلام الموقعين انظروا إلى اسم الكتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين أي أنه يوقع هذا المسلم هذا العالم يوقع عن الله تبارك وتعالى أن هذا حلال وهذا حرام أعلام الموقعين عن رب العالمين هذا يبيل لنا على أهمية نقل العلم له آداب أن ينقل هذا الحديث بآداب أن ينقل هذا الدين بآداب ومن أعظم الآداب هو أن يخلص هذا العمل لله تبارك وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ لابد للمسلم للعبد إذا نقل حتى المرأة إذا نقلت حديث لمن هي حولهم أن تنقل الحديث وتتأكد من صحة هذا الحديث أن يتأكد هذا الرجل من صحة الحديث عند نقله في مجلسه وبين أصحابه ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أهم الأمور في نقل هذا الحديث أو هذا العمل أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى إنما الأعمال بالنيات يقول عليه الصلاة والسلام وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ يقول عليه الصلاة والسلام فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا يبين لنا والحديث عند البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هذا يبين لنا على أهمية أن يعتني المسلم في نقله إلى في نقل هذا الحديث إلى الناس كيف أن يكون هذا العمل وهذا الكلام وهذا الحديث وهذا الدين الذي تعلمه أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الدين وهذا الحديث الذي نقله إلى الناس على منبره بين أصحابه في مجلسه في بيته في مسجده أن ينقله للناس أن يصلح هذه النية أن تصلح هذه النية أن لا يبتغي أجرا في هذه الدنيا إنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى نقف عند هذا الفاصل يسير بتوفيق العليم القدير حياكم الله أيها الإخوة والأخوات لا زلنا وإياكم في هذه الحلقة المباركة على أهمية إخلاص النية في نقل هذا الحديث يتبين للناس معنى الحديث يعرف الناس كيفية نقلهم للحديث بينهم ولذلك لا بد من أمور يتعلمها المسلم في نقله للحديث وهذا البرنامج متخصص في الحديث لكن لا بد أن يتعلم كيف ينقل الحديث لا بد أن يتعلم صحة الحديث من الذي صحها يتعلم من الذي روى الحديث يتعلم من هو راوي الحديث يتعلم يعني شرح الحديث أو شرح بعض مفردات الحديث حتى يكون على بينه حين يسأل ولذلك أهم أمره وإخلاص هذا العمل لله عز وجل بل إن أول من تسعر بهم النار نسأل الله السلامة والعافية كما جاء في الحديث ثلاثة من هم الثلاثة هل هو شارب الخمر هل هو عاق لوالديه هل هو الذي قتل نفس لا إنما القارئ للقرآن والمنفق والمجاهد أعمال عظيمة يتمنى المسلم أن يتصب بها ومع ذلك أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاث نسأل الله السلامة والعافية والسبب لأنهم لم يخلصوا هذه النية لله تبارك و تعالى فيؤتى بقارئ القرآن و يقال له قرأت القرآن فيقول قرأت القرآن يا رب و قمت الليل فيقول الله عز وجل كذبت قرأت القرآن ليقول حسن صوته و أنه قارئ للقرآن و قد قيل في الدنيا خذوه إلى النار نسأل الله السلامة والعافية و يؤتى بالمنفق ماذا فعلت في هذا المال فيقول أنفقت في سبيلك حتى يعني أعطيت أناس و أناس قال كذبت أنفقت ليقال لك جواد و كريم و قد قيل لك في الدنيا فيؤخذ إلى النار نسأل الله السلامة والعافية و يؤتى بالمجاهد فيقول هذا العبد ذهبت و جاهدت في سبيلك يا رب حتى قتلت فيقول الله عز وجل كذبت ذهبت للجهاد حتى يقال لك شجاع و مقدام و قد قيل لك في الدنيا خذوه إلى النار لماذا لأنهم لم يخلصوا هذه النية و هذا من أهم الأداب أن يخلص هذا العبد في نقله للحديث في نقله للعلم أن يخلص هذا الأمر لله تبارك وتعالى و لذلك و من الإخلاص أن تنوي طلب العلم بطلب هذا العلم أن تنوي بطلب هذا العلم رفع الجهل أولا عن نفسك أن تتعلم هذا الدين و أن تتفقه في هذا الدين و كلنا عالم أو متعلم أو جاهل أن يتفقه في دين الله عز وجل ما يرفع به جهل ما يرفع به هذا الجهل كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج كيف يتوضى كيف يزكي هذه أمور لا تحتاج إلى عالم ولا تحتاج إلى إلى إمام مسجد ولا لا هذا ينبغي على كل واحد كل مسلم و مسلمة أن يتعلم هذه الأمور كيف يصلي كيف يتوضى كيف يحج كيف يصوم كيف يزكي هذه أمور ينبغي يجب على كل عبد أن يتعلمها أول هذه الأمور كما قلنا أنه يرفع هذا الجهل عن نفسه أن يعبد الله على بصيرة أيضا التقرب إلى الله بطلب العلم و ازديادة منه أيضا التعبد لله عز وجل كما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا القدر نكتفي و إلى لقاء آخر نلتقي إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر